موسيقى القوات العراقية تبدأ استعدادات واسعة لاقتحام قضائر وغرب الانبار توافق روسيا سعودي خلال زيارة الملك سلمان لروسيا يتوج بتوقيع عشرات الاتفاقيات مخاوف من نزوحي مزيد من الروهينجا وبنجلاديش تعتزم تجهيز أكبر مخيمات لإيواء المهجرين اهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم تستعد القوات العراقية لشن هجوم واسع النطاق لاستعادة منطقة قضائر وغرب الانبار من تنظيم داعش من جانبه اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار راجع بركات العيساوي توصل الاستعدادات بالتزامن مع قصف عنيف للطيران الحربي على معاقل التنظيم ما اسفر عن مقتل العشرات من افراد التنظيم بينهم انتحاريون من جنسيات اجنبية وفي السياق اكد الدكتور معتز محي عبد الحميد مدير المركز الجمهوري للبحوث الامنية والاستراتيجية بلقاء سابق اجرياء معه اكد انه لا يوجد اخطار تهدد العراق في الوقت الحالي سوى غرب محافظة الانبار اخر معاقل داعش في البلاد مشددا على ضرورة تيقض في مرحلة تحرير المنطقة بسبب ردة الفعل التي قد تصدر عن التنظيم بسبب خسارة اخر موطئ قدم له في كامل العراق يوجد اخطار تهدد العراق فقط المناطق الحدودية باتجاه سوريا كما تعرفين لان المناطق الحدودية يجب ان تمسك مسك جيدة من قبل قوات متدربة وكذلك بالتعاون مع الجانب السوري يعني منطقة الحويجة كانت خاصة للقوات العراقية وتشكل نقطة ضعف لانها مجاورة لسسل الجبال الحمرين وهي كانت دائما تلجأ اليها مسلحي داعش بالاختباء واستنزاف القوات او كذلك توجه بعض عمليات نوعية تجاه السيطرات القريبة من ديالة والقريبة ايضا من صراح الدين اذا بهذا المفصل سوف ينتهي هذا العمق الذي كان يمتد به مسلحي داعش الى جنوب وشمال ديالة وكركوك وسوف تتوجه كل قواتنا وضرباتنا الجوية الى معاقلهم في المناطق غرب الانبار وهذا هي الخطوة القادمة ان شاء الله بعد هذا عملة التحرير يحتاج الى تنسيق مباشر تنسيق دولي مع التحارف الدولي مع سوريا في مسكر الحدود وهذا هو المهمة اعتقل استراتيجية القادمة للقوات العراقي من هذا المنحة يجب ان نكون يقضين ومنتبهين لان العمل سوف يكون عمل منظم في السابعة القادمة لانه خسر اراضي مهمة ومدن مهمة يجب ان يكون العمل منظم مع قوة الاستخبارية وايضا مع المواطنين الموجودين في تلك المدن الى ذلك قال المبعوث الامريكي الخاص للتحالف الدولي ضد داعش بريت مكجرغ ان التنظيم انهار تماما في الحويجة واكيدا ان مقاتليه يستسلمون بمجموعات كبيرة هناك وكانت الولايات المتحدة هنأت القوات العراقية بتحرير الحويجة وصفة التحرير بالخطوة الكبيرة لطرد تنظيم داعش من الاراضي العراقية امام مظاهر الخلاف الذي يمزق داعش تطرح علامات استفهام عن الجدل والنزاع بشأن التكفير في القاعدة فهل عاش تنظيم القاعدة نفس الصراع وكيف كانت تحل هذه المسائل فيه مفتي القاعدة السابق محفوظ ولد الوالد الملقب بابي حفص الموريتاني اكد لاخباري الان ان القاعدة لم تكن بمنأة عن النزاع حول التكفير نتابع القاعدة لم تكن استثناء من هذه القاعدة القاعدة ظهرت فيها حالة قولو وحالة تكفير حتى معظم هذه الحالات عولجت عن طريق الحوار الحوار كان يتم عن طريق قيادة التنظيم وعن طريق اللجنة الشرعية فيه وعن طريق بعض الشخصيات النافذة فيه كثير من الحالات حسمت عن طريق الحوار فرجع اصحابها الى ما عليه التنظيم بعضها استعصت على هذا الحل فكان الحل هو فصلها او انفصالها من التنظيم بعض الحالات بقيت داخل التنظيم ولكن محاصرة يعني في نطاق ضيق هذا كان لا ان تركت التنظيم يعني بعد ان تركته ظهرت في حالات قولو شديدة جدا ولكن التنظيم في المرحلة اللاحقة يعني مرحلة ما بعد ظهور تنظيم الدولة واعلانه لخلافته وظهور الشطط والغلو والفكر الشديد عندها حاول ان يراجع بعض الامور التي سبق وان ظهر فيها نوع غلو عنده فاراد ان يقدم نفسه يعني كبديل جهادي معتدل مقبول يعني في المقابل تنظيم الدولة يعني لان تنظيم الدولة حقيقة اثر على تنظيم القاعدة فاجتذب كثيرا من عناصره تنظيم القاعدة حاول ان يقدم نفسه كبديل جهادي معتدل لا يكفر الا بضوابط لا يستهدف المدنيين لا يعني يقتل قتل عشوائيا كما يقول يعني فيحاول ان يقدم نفسه يعني في هذه الصورة نعم لكن لما كنت فيه حقيقة تمت معالجة معظم الامور عن طريق الحوار وكان هذا منهج الشيخ اسامر رحمة الله عليه ومع ان الحالات التي كانت لاهرة ليست يعني لا تقارن بحال من الاحوال مع حالات الغلو الموجودة الآن في تنظيم الدولة يعني تنظيم الدولة يعني وصل حدا من الغلو يعني فاق فيه كل أحدهم أولا الخلاف بين تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة هو خلاف حقيقة عميق يعني وخلاف فكري ومنهجي وخلاف تنظيمي أيضا يعني وبالتالي لا غرابة أنه أي واحد من الطرفين يعني يستغل أي مشكلة يتعرض لها الطرف الآخر فينشرها يعني ويعني يتيح الفرصة لانتشارها يعني وإن كان هذا يعني ليس سلوكا صحيحا يعني ولا ينبغي يعني في مثال الحوالة ولكن هذا واقعي تنظيم القاعدة حاول أن يقدم نفسه كما ذكرت سابقا كجماعة جهادية معتدلة بعد ظهور تنظيم الدولة وذلك راجع بعض أخطائه صدرت توجهات سلسلة توجهات من قيادات التنظيم تعالج بعض مكامل الغلوب اللي كانت موجودة عند التنظيم استطاع أن يكسب بعض المشايخ اللي كانوا محسوبين على الساحة الجهادية بصورة عامة لا شك أن مساهمة دخول القاعدة على خط الخلاف الداخلي بين أقطاب تنظيم الدولة سوف يكون له أثر لكن أظن أن أثره سوف يكون محدودا يعني بحكم المعرفة السابقة من جميع المراقبين والمتابعين بالخلاف الموجود بين الاثنين وبالتالي يكون ما يقوله بعضهم ضد بعض ومن كلام الأقران وكلام الخصوم والذي يطوى ولا يرق الظواهر من فترة لم يظهر حقيقة لا ندري السبب ولكن دكتور إيمان الظواهر له قدور سابقة على منهج تنظيم الدولة وعلى أخطائه من مجال التكفير ولأتباعه أيضا مواقف مشابهة أنا الذي أظنه أنه لو أتيحت له فرصة للظهور لا ظهر ولا حاول أن يظهر أن ما يحصل الآن هو مصداق لما كان يذكره من قبل ولكن هل سيظهر أم لا؟ يعني نحن لا ندري حقيقة لأن الظروف المحيطة به لا نعلم عنها أي شيء فاصل قصير ونوصل نشطنا ابقوا معنا أهلا بكم من جديد عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود الجمعة جلست مباحثات مع رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيدف أكد فيها عزم بلاده الدفع بالعلاقات مع موسكو إلى أفاق أرحب هذا ونتجت زيارة الملك سلمان التي وصفت بالتاريخية إلى روسيا عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية بين الرياض وموسكو وذلك عقب لقاء جمع العهل السعودي بالرئيس الروسي التقرير التالي والتفاصيل توافق في الرؤى وشراكات تاريخية بين موسكو والرياض خلال الزيارة الرسمية التي قام بها العهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا هم بين الشعبين في مختلف المجالات مشهيدا بما تتسم بها من توافق في العديد من القضايا الأقليمية والدولية والتنسيق المستمر في كل ما مشانه العزل الأمن والإزدهار في أعطائنا وخدمة الأمن والسلام والسلم الدولية كما أننا سريصون على استمرار التعاون الإيجابي بين بلدينا لتحقيق الاستقرار لأسواق العالمية قمة وصفها خبراء العلاقات الدولية بالتاريخية أكد فيها الجانبان على أن موسكو والرياض متوافقتان في عديد من الملفات وعلى رأسها تكثيف جهود محاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله أعتقد أن العلاقات المملكة مع روسيا أصبحت تطورت إلى أفق أفضل من ما كانت عليه وأصبحت علاقات مميزة الزيارة التي أنتجت تفاهمات وتوافقات في الرؤى بين البلدين على الصعيد السياسي وقضايا المنطقة نتج عنها أيضا اتفاقيات وشراكات كبرى على كثير من المجالات الاقتصادية والعسكرية وغيرها من الاتفاقيات والمذكرات التي شهدتها الزيارة إذا استهل البلدان اتفاقياتهما بإطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة مليار دولار أمريكي وكمكمل للشراكة بين صندوقي الاستثمارات العامة والاستثمار المباشر الروسي منذ عام 2015 الذي كان بقيمة عشرة مليارات دولار وافق الصندوقان على استثمار مليار دولار في الأسواق العامة الروسية وفي أكثر من ثمانية مشاريع خاصة في قطاعات مختلفة من بينها التجزئة والعقار والطاقة البديلة والنقل والبنية التحتية الاتفاقات العسكرية كانت هي الأخرى حاضرة ضمن الشراكات الموقعة في موسكو إذ وافقت السعودية على شراء أنظمة صواريخ روسيا من نوع S-400 للدفاع الجوي كما وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية مذكرة تفاهم مع شركة حكومية روسية مختصة في تصدير المنتجات العسكرية يتم التركيز بموجبها على توطين الصناعة المتطورة في السعودية للنظم العسكرية والتي تحدث عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رؤية 2030 إذن اتفقت المملكة العربية السعودية مع روسيا على شراء منظومة صواريخ S-400 الدفاعية بما يلي نستعرض وإياكم ميزات هذا النظام الدفاعي الجوي والذي يطلق عليه أيضا اسم انتصار أو الهادر الزميلة ميسون بركة والتفاصيل تعد منظومة انتصار هي الأقوى لنظام الدفاع الصاروخي الجوي من فئة S-300 من ناحية التطوير والترقية بدأ نشر هذا النظام الصاروخي للدفاع الجوي بعيد المدى على نطاق ضيق عام 2007 ليحل محل نظامي S-200 و S-300 الذين أحالهما الجيش الروسي للتقاعد تتميز منظومة دفاع الصاروخي S-400 بإمكانياتها المتعددة للاشتباك مع الطائرات والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز وبقدرتها على الكشف والاشتباك مع أهداف على مدى أربعمائة كيلومتر يتميز نظام صواريخ الدفاع الجوي S-400 بتزويده بعدد أربعة أنواع جديدة من الصواريخ يمكن حملها معا على ظهر شاحنة نقل وإطلاق واحدة تم تجهيز صواريخ منظومة انتصار بأنظمة التوجيه الداخلية مع تحديث لبرامج أوامر القيادة فضلا عن راصد نشط للرادار تصل قدرة المنظومة على قصف الطائرات إلى 90% وتحقق نسبة 70% ضد الصواريخ من فئة هاربون تم تنقيح نظم الرادار والبرمجيات في منظومة S-400 مع إضافة رادار استحواذ جديد يمكن نقل وإطلاق صواريخ منظومة انتصار بواسطة شاحنة جر سداسية الدفع أو ثمانية الدفع تحظى هذه النسخة المحمولة بخدرة أفضل على التنقل عبر مختلف المناطق بما يوفر ميزة الوقت القصير لإعادة الانتشار قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن وزارة الخارجية وفقت على صفقة محتملة لبيع نظام ثاد الدفاعي المضاد للصواريخ للسعودية قيمتها 15 مليار دولار وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي في البنتاجون في بيان أن الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم أمن بلد صديق ولن تغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة أفادت قوات الجيش الوطني بمقتل 11 عنصرا من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبدالله صالح بمحافظة التعز جنوب صنعاء وقالت مصادر عسكرية لوكالة الأنباء الألمانية إن معارك عنيفة اندلعت بين الطرفين في الجبهتين الغربية والشرقية للمحافظة إثرى محاولة تسلل الميليشيات الحوثية على مواقع الجيش قالت هيئة الأعصير في الولايات المتحدة الأمريكية إنها رفعت تصنيف العاصفة نيت إلى إعصار من الدرجة الأولى اليوم وذكرت الهيئة في بيان لها أن الرياح المصاحبة لنيت تتحرك بسرعة 75 ميل في الساعة وكانت قد أعلنت ولايات ألباما وفلوريدا والويزيانا وميسيسيبي حالة الطوارئ مع تحرك العاصفة نحو ساحل الخليج الأمريكية بعد أن خلفت 22 قتيلا على الأقل في أمريكا البسطة قال مسؤول الإغاثة الإنسانية بالأمم المتحدة إن مسلمين روهينغا يواصلون الفرار من ميانمار إلى بنجلاديش وإن الأمم المتحدة تستعد لاحتمال تدفق موجات جديدة وكرر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية طلب المنظمة الدولية السماح لها بالدخول لولاية راخين شمال ميانمار هذا وتنوي بنجلاديش بناء واحدا من أكبر مخيمات اللجوء عالميا لإحتواء مئات الآلاف من مسلمين روهينغا الذين وصلوا إليها هربا من العنف في ميانمار في وقت تستعد فيه الأمم المتحدة لموجات تدفق جديدة تقرر الزميلة ديما نجم مع استمرار فرار مسلمين روهينغا من ميانمار إلى بنجلاديش أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارك لوكوك في مؤتمر صحفي في جنيف الجمعة أن المنظمة الدولية تستعد لاحتمال تدفق موجات جديدة مشيرا إلى أن النصف مليون شخص يفرون من بلادهم دون تروين وكرر المسؤول طلب الأمم المتحدة السماح لها بالدخول إلى ولاية راخين في شمال ميانمار قائلا إن الوضع الراهن غير مقبول يأتي ذلك فيما أعلنت بنجلاديش الخميس أنها ستبني واحدا من أكبر مخيمات اللجوء في العالم لإيواء أكثر من ثمانمائة ألف من المسلمين الروهينغا الذين لجأوا إليها هربا من العنف في ميانمار فقد شكل وصول أكثر من نصف مليون نازح إضافي من الروهينغا منذ خامس والعشرين من آب أغسطس ضغطا كبيرا على المخيمات الموجودة حاليا في بنجلاديش حيث تتزيد المخاوف من انتشار الأوبئة من جهته أعطى أحد وزراء حكومة بنجلاديش تفاصيل عن المخيم المزمع افتتاحه إذ تخطط السلطات لتوسيع مخيم في منطقة كوتوبالونغ قرب بلدة كوكاسبازار الحدودية من أجل استيعاب جميع اللاجئين الروهينغا وكان قد تم تخصيص أردن بمساحة الفيف الدان إلى جانب مخيم كوتوبالونغ الشهر الماضي من أجل اللاجئين الجدد لكن وبما أن عدد الوافدين من ميانمار تجاوز خمسمائة ألف شخص إضافة إلى ثلاثمائة ألف لاجئ موجودين أصلا فقد تم اقتطاع ألف فدان إضافية وتخصيصها من أجل المخيم الجديد وبحسب وزير إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش فإنه سيتم نقل جميع لاجئين روهينغا من ثلاثة وعشرين مخيماً قرب الحدود ومخيمات أخرى عشوائية حول كوكاسبازار وتجميعهم في المنطقة الجديدة مشيراً إلى أن عائلات بدأت بالانتقال إلى الموقع الجديد المعروف بإسم مخيم كوتوبالونغ المواسع فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل قلال عشر سنوات خطط لبناني يرسم نسخة من القرآن الكريم أهلاً بكم من جديد الآن إلى جولة الصحفة نبدأ جولتنا من صحيفة الأيام البحرينية التي عنونت فوائد صحية مذهلة لعصير البقدونس يعاد البقدونس كنزاً صحياً فهو يحتوي على خواص علاجية لعدة أمراض مثل أمراض القلب والكليتين والجهاز الهضمي وأمراض النساء إضافة إلى خواصه المضادة للبكتيريا والالتهابات كما أنه غني بمضادات الأكسدة أما العصير المستخلص من البقدونس فهو يعد من المشروبات التي تنقل جسم من السموم إضافة لخصائصه العلاجية الجديدة صحيفة اليوم السابع المصرية عنواناة طبيب يحدر من شرب الأطفال للمياه الغازية جاء في التفاصيل حذر الدكتور أحمد عبادي استشاري طب الأطفال بجامعة عين شمس من شرب الأطفال الصغار للمياه الغازية في مراحل عمرية مبكرة نظراً لما تمثله من خطر وتهديد على صحة العامة للطفل وإصابته بالكثير من الأمراض وأبرز الأمراض التي تصيب الطفل جراء تناوله المياه الغازية هي السكر وهشاشة العظام التي يمكن أن تصيبه منذ السنوات الأولى من حياته اعتباراً من عمر عامين إلى صحيفة الاتحاد الإماراتي التي عرونت فنجان قهوة مع الشرطة لتعزيز ثقة الجمهور بها وتناول الخبر أنه أطلقت السلطات الأمريكية مبادرة في العديد من المدن لتعزيز ثقة الجمهور بالشرطة وتتمثل المبادرة في تقديم دعوة لشرب فنجان قهوة مع أفراد من أجهزة الأمن إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنوانت وفات صحفية يابانية بعدما عملت 159 ساعة إضافية وفي التفاصيل تعهدت محطة تلفزيون اليابانية العامة تعديل طريقة العمل فيها بعدما كشفت أن إحدى الصحفيات الشابات فيها توفيت جراء أزمة قلبية بعدما عملت 159 ساعة إضافية في خلال شهر وعثر على جثة الصحفية التي كانت تغطي الأخبار السياسية في توكيو في سريرها في تموز يوليو عام 2013 أخيرا مع صحيفة الخليج التي عنوانت نصف أدوية السرطان بلا فائدة كشف باحثون في بريطانيا أن معظم أدوية السرطان التي خرجت مؤخرا للأسواق من دون فائدة ولا تساعد المريض على الشفاء حيث وجدت دراسة أن تلتي الأدوية التي تمت الموفقة عليها لا تحسن صحة المريض وأضافت أن 10% فقط من هذه الأدوية أنقذت حياة المرضى الذين أجريت عليهم الاختبارات موسوعة فنية إسلامية تختزل الحقبات الإسلامية المختلفة في الزخرفات والألوان وتكتب صور القرآن الكريم بخط عربي خاص طوره الخطات والمصمم اللبناني الأمريكي مروان العريضي إنها أول نسخة فنية من نوعها من القرآن الكريم 114 سورة قرآنية تظهر كل واحدة بزخرفة فريدة عن الأخرى متعة بصرية اجتهد وصبر عليها الخطات والمصمم اللبناني الأمريكي مروان العريضي لعشر سنوات في الرسم الإلكتروني بما يعادل 200 عام من الرسم اليدوي على الورق هذا الكتاب يعتبر سابقة فنية بسبب أنه أولاً فيه بالمصحف الكريم 114 سورة واللي عملنا نحن أنه وجدنا لكل سورة تصميم خاص بها يعني بلون خاص وبرونة خاص ومنحقبة فنية محدودة من تاريخ الفن الإسلامي في عدة ألوان وأشكال وأنا جربت أدخل ألوان جديدة على هذا الفن بنفس الوقت أنا حفظت على الكلاسيكية الإسلامية يعني بدون أن تخلي القارئ المسلم ينفر من تجديد مع قبول أعاد كتابة القرآن الكريم بخط عربي طوره بنفسه وبزخرفات مزجت الحداثة بطابع محافظ وبألوان أطفت مع بعضها البعض جواً روحانياً دينياً فكان عملاً فنياً كاملاً متكاملاً يفسره العريض في كتاب توثيقي أطلق عليه في رحاب فن الزخرفة الشرقية المصحف استغرق حوالي عشر سنوات كما حكينا الإنتاجه لأنه نرسم بالماوس على سكرين بالكمبيوتر يعني نحن رسمنا حتى الخط رسم باليد حرف حرف منه فونت طبعاً يعني هو كنية عن رسومات مرسوم مثل الزهرة مرسوم مثل الزخرفة الموجودة جوا هذا الكتاب كان كتاب عن الكتاب يعني أنا شفت أنه لازم أعمل شيء وثق فيه هالعمل اللي أخذ معي عشر سنين وجبنا هالكتاب سميناه في رحاب فن الزخرفة الشرقية هذا الكتاب يحتوي كل الصور الموجودة بالكتاب الكبير لكنها مختصرة وبنفس الوقت هذا الكتاب يفرج كل الرسومات 376 صفحة فنية من القطن الصافي ستعمر لمئات السنوات كما هو حال الفن المبدع الذي طوره مروان العريض لنفسه بعدما مزج معرفه في علوم الخط بالفنون التشكيلية فكانت النتيجة تقديرا ووفاءا للفن الإسلامي وبسبب نوعية عملي كان دايما عندي شغف أن أعمل شيء كوني عربي مسلم يعني لازم أعمل شيء بيعتني بتراث العرب والثقافي الإسلامي والفن الإسلامي هذه الصابقة الفنية طرق لكي تكون مصحفا في موسوعة من الزخرفة الإسلامية وهي لتزال مؤلفة من نسخة واحدة أنتجه في مكتبه في الولايات المتحدة وجمعه وغلفه في بيروت وهو مروان العريض يجول به في أنحاء العالم مستعرضا إنجازا مبهرا في الفن الإسلامي لأخبار الآن تريسة أبيانطون لبنان اقترح علماء روس استخدام كابسولات هجينة مغطاة بطبقة نانو من ثاني أكسيد السيليكون لنقل المادة الوراثية لداخل الخلايا باستخدام تكنولوجيا CRI SPR CAS9 وقال الباحث الروسي أليكساندر تيمين في مقال كتبه عن هذا الموضوع إن التكنولوجيا الجديدة ستسمح بتسهيل عملية تعديل الجينوم ورفع فعليته الأمر الذي يساعد الأطباء مستقبلا على مكافحة الأمراض الوراثية التي لم تكن تخضع سابقا للعلاج الفعال يعكف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على اختبار أداة جديدة لوقف سيل الأخبار الكاذبة التي تنشر عبر صفحاته وقال مسؤولون في منشور على مدونة رسمية للموقع إن الأداة الجديدة ستمنح المستخدمين معلومة عن مصدر القصص الإخبارية التي تصل إليهم وأوضحوا أنهم يختبرون حاليا إضافة زر ينقر عليه المستخدم للحصول على مزيدا من المعلومات عن مصدر الأخبار دون الحاجة للذهاب إلى مكان آخر عرضت صحيفة تناشنال الإماراتية مقطع فيديو يظهر هبوطا مثيرا لطائرة تابعة لشركة طيران الإمارات في مطار دوسلدورف في ألمانيا بسبب قوة الرياح وبالرغم من أن الطائرة كانت تتأرجح بقوة إلى أن قائدها تمكن من السيطرة عليها وأتم عملية الهبوط بسلام من دون وقوع أي إصابات نتبع ترجمة نانسي قنقر قبل أن أدعكم إليكم تذكيرا بأبرز العنوين القوات العراقية تبدأ استعدادات واسعة لاقتحام قضائرة وغرب الأنبار توافق روسي سعودي خلال زيارة الملك سلمان لروسيا يتوجه بتوقيع عشرات الاتفاقيات مخاوف من نزوحي مزيد من الروهينجا وبنجلادش تعتزم تجهيز أكبر مخيمات لإيواء المهجرين وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على اليوتيوب ليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر الاشتراك أو سبسكرايب إن أعجبكم ذلك شاركونا بتعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك